النهاردة معنا المهندس ماروان عبد الله الباحث المصري بالمشروع والحاصر على الدكتوراه في مجال علوم الأعصاب حيكلمنا عن مشروع الدماغ الأزرق أهلا بك موضوع غريب ومعقد شوية يمكن يعني مشاهدين عايزين يفهموا منك ببساطة إيه هو المشروع ده؟ قدرت توصل لإيه؟ وحتفيد البشرية بإيه؟ طيب خلينا في البداية نحط نقطتين أن المشروع نفسه لا يهدف تماماً إلى أنه يجد علاج لأي مرض عصر في الدماغ على سبيل المصري هو الفكرة في المشروع كله أن نحن نحاول نبني نموذج النموذج ده نقدر نعمل حاجة من سبيل محاكاة اللي عن طريقها تخلينا نفهم الدماغ بتشتغل ازاي التجارب مثلاً بتاعت العلوم الأعصاب أو الدماغ عموماً بقالها فوق المية مية خمسين سنة المعلومات اللي إحنا دعنا نتوصل لها خلال الفترة دي ما كانتش بالقدر الكافي اللي تخلينا نقدر نفهم الدماغ دي تشتغل ازاي في التجارب اللي هي بنسميها السنكن الكلينيكال أو الاسبرمينتال الابروتش اللي هو في المعمل أو حتى الثيوريتيكال نيرو ساينس بنحاول أن نحن نعمل تجارب معينة لفترة كتبقالنا فترة كبيرة ومعلوماتنا ما زالت محدودة ففكرة المشروع أن احنا نستخدم حاجزنا أو هو النموذج التكميلي أن احنا نحاول نجمع الداتا اللي إحنا بقالنا عشرات السنين بنعملها نعملها من المعمل ونبني نموذج وبعد كده النموذج ده نبتدي نعمل عليه محاكاة عشان نقدر نفهم التفاعلات ما بين الخلايا في مناطق معينة من الدماغ وأكتر من حتة بتشتغل ازاي ولما نقدر نفهم التفاعلات دي بتتم ازاي من سنجل سيليبل وحتى ما تحتيها يعني للموضل بتاع الريجن أو حتى الدماغ الكامل ساعتها ده هيحسن من معلوماتنا ومعرفتنا أن احنا نقدر نفهم الدماغ بشتغل ازاي وبالتالي هيخلينا نقدر نفهم أمراض الدماغ بتيجي ازاي ولاحقا الناس ممكن تلاقي علاج بشكل أسرع لأمراض الدماغ يعني البحث ده باختصار عشان نوضح لسيدا مشاهدي الأول مشروع يعني هو غير معني بإيجاد حلول أو علاجات لأمراض زي ما حضرتك قلت ولكن معني بفهم طريقة عمل الدماغ اللي هو زي ما حضرتك بنتكلم قبل الهواء اللي هي العقل بالزبط أو المخ طيب أعتقد أن هذا المشروع هو مشروع يعني تطلب جهد كبير جدا ووقت كبير جدا واختبارات كتير جدا عشان تقدروا توصلوا له وحضرتك لسه قيل دلوقتي أنه يمكن الاختبارات على العقل البشري أو المخ بقالها 150 سنة مش بسرع البشري عموماً المخ بتاع الحيوان المخ مثل إنسان أو حيوان إيه اللي ضافه هذا المشروع على هذه الأبحاث اللي ضافه المشروع إن في خلال مثلا العقود اللي فاتت دي كل سنة بيطلع 100-20000 بحث في مجال علوم الأعصاب طيب إحنا الداتا بتاعت النتائج بتاعت الأبحاث دي موجودة هنا وهنا 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 صعب جدا إن إحنا نقرأ كل داتاني عشان واحد يجي يفهم من الأول إيه اللي بيحصل هنا وهنا المشروع فكرته إن إحنا نعمل نموذج موحد يلم الداتا دي أو ياخد الداتا دي من كذا مصدر ويبني نموذج النموذج ده اللي على أساسه إحنا بعد كده بنكمل المعرفة بتاعتنا إن إحنا نستخدم النموذج ده ونحطه على سوبر كمبيوتر أو كمبيوتر اللي هي الضخمة اللي فيها معالجات في أخط السرعة ونبتدي نعمل عليها تجارب على الكمبيوتر نفسه كسيميليشن زي بزبط الفلايت سيميليتر إن الواحد قاعد كده قصاد كمبيوتر وبيشوف الحركة بتاع الطايرة طالعة ونزلة أو يعمل حتى ديزاين بتاع الطايرة نفسها فهي فكرة المشروع هي حاجة تكميلية للتجارب المعملية سوى كانت الويت لاب اكسبرمينس أو الكلينيكال اكسبرمينس أو حتى الثيوريتيكال نيرو ساينس إن أنت عندك بقى بتاخد الكمية الداتا دي وتحطها في النموذج ده والنموذج ده تبتدي تعمل سيميليشن تفهم أو محاكاة تفهم منه إزاي الأجزاء اللي في الدماغ دي بتشتغل يعني حتى الآن هو مشروع لتجميع الأبحاث أو نتائج الأبحاث على مدار السنوات اللي فاتت وصلنا لمرحلة التجميع فقط ولا ابتديني لا عملنا سيميليشن وبتديني محاكاة بالفعل محاكاة بالزبط وبتديني نعمل في يعني كان بداية المشروع في 2005 في PFL ابتديني نشتغل على الموضلز بتاعة الفيران اللي عمرها أسبوعين مثلا P14 وبعدين جمعنا الداتة دي من أكتر من حتة بناء على التجارب اللي كان قام بيها البروفيسور هنري ماركرام وكان قام بيها علماء في نفس المجال ده وبدأينا نبني النموذج ده جزء جزء ابتدينينا في الأول من يعني لو حنسميها كده المخ فيه إشرة عصبية صغيرة اللي هي الكورتكس فاحنا ابتدينينا في الفلسوماترسنسوري كورتكس بتاع الرأس اللي هو بمسؤول عن الويسكين او المعلمش عارف ويسكين الارب ابتديني نبني نموذج زوغير فيه عشرة ألف خلية النموذج ده بتدينينا نكبره بقى فيه 31 ألف خلية وبعدين تنعمل سليس أو شريحة كده فيها حوالي 200 ألف خلية والمتين ألف خلية دول نجمع الورجانسيشن بتاعهم وبعدين نبتدي نطلعي عليهم استيميليس فيدينا ريسبونس زي اللي بنلاقيه في المعمل فالفكرة ان التجارب المعملية ليها سقف ليها لمت مش هنقدر نعديه لأن المخ فيه خلايا كتير سواء حتى عن الحيوانات الفار مثلا 80 مليون خلية والبني آدم 100 مليار أكيد مش هنقدر نصل بالشكل ده في أي تجربة مع عملية ولكن التطور التكنولوجي اللي احنا بنلاقيه في خلال الكمبيوتنج تكنولوجيز بتطور رهيب طبعا اللي موجود دلوقتي هتضاعف آلاف المرات أو عشرات آلاف المرات كمان كم سنة فساعتها لما يكون عندنا التكنولوجي أفضل هنقدر نفهم الموضوع بسكيل أكبر حركة مهندس أنا خريج قسم دهس طبية هندسة طبية جامد قاهرة للمحامل المنظورة جامد قاهرة ولاجن الدكتورات بتاعتي في مجال علوم العصر وأكيد كان فيه فريق بحثي كامل في القصة كام واحد حوالي دلوقتي تقريبا حوالي 180-1990 يعني هو الموضوع المشروع ابتدى بحوالي عشر أفراد أو ثمان أفراد وابتدى على مدار 17 سنة كل شوية ينضمله المشروع ده بقاله 17 سنة من سنة 2005 من سنة 2005 بالضبط ومفروض ينتهي إمتى ولا ملوش هو المفروض نهاية يعني نهاية المشروع في آخر 2024 وبعدين هيتحول زي خدمة لكل بعد ما تحط كل الحاجات دي على السنة بعد ما تحطت كل الحاجات دي بالضبط كل كل السوفتور بتاعنا open source عندنا لسيميليشن بقيتنا ممكن الناس تخش تبني الموضل معين وتعمل عليها سيميليشن أونلاين وعلى أساس ده تبتدي تفهم إيه اللي بيحصل تبتجمع داتا من أكبر قدر ممكن من الداتا بيسيس حنسميها وبعدين بتبني الموضل بتاعك وقدم تبني عليها المحاكمة هذا ما حصلش في العالم كله كان فيه مشروع قبل كده تجميع انترميكا أو كان اسمه بس كان أكتر بتجميع الداتا بس ما يقدم سيروس لكن الدماغ الأزرق هي دي الفكرة أسية بتاعته هو مشروع بحسي فندد من الحكومة السوسطية والهدف بتاعه أنه هو يدي إتاح هو كمية السوفتوير اللي احنا بنناه وكمية الموضل اللي احنا عملناها والإكسبرميتيشن يحطها في مكان ويدي السيروس دي لكل الناس اللي شغالة نيور ساينس في العالم ليها حبة يبقى عندها موضنة تقدر تأطيع يعني السيروس أو الخدمة اللي بيقدمها هذا المشروع أنه أي باحث يقدر أنه يدخل على الداسابيز أو القاعدة البيانات اللي أنتوا قدرتوا تجمعوها ويقدر يستميليشن أو يقدر يعمل محاكاة يقدر يضيف شيء ولا مجرد لا لا ممكن يعني ممكن يبقى فيه إضافات معينة يعني أنت الفكر أن تجميع الداتة نفسها أنت كل شوية بيبقى فيه عندك داتة جديدة فأنت اللي بتعمله سميلي تبونين اللي بيرائب لو حد حب هو يضيف معلومة جديدة أو الدراسة جديدة هل بيبقى فيه آلية مرائبة لهذه الإضافات؟ كل ريسرش بيتعمل في لاب معين بيكون ليه أبعاده إحنا السيروس اللي نقدمها إنت مثلا فيه حاجة عايز تقدم تخط بعض المورفولوجيز بعض الحاجات يعني فيه الفري انك تعمل كده بس الفكر أن إحنا البيز بتاعنا أو الفونديشن الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها في خلال الفترة حضرتك قلت أنه ابتدته العمل على هذا المشروع من 2005 ابتدى المشروع 2005 أنا جويند المشروع ده سنة 2011 حضرتك انضميت ليه في 2011 بالضبط المدة دي كلها دي مدة طويلة قوي ايه أكتر خد يعني ايه اللي خد وقته أكتر؟ فكرة تجميع المعلومات أو تجميع الأبحاث ولا التجارب بقى المعملية أو الفعلية؟ لا إنك انت تبني موضل وتبتدي تعمله وبعدين تسكيل الموضل ده ده موضوع معقد لأن المشروع ما فيهوش شخص يعني مش تيم في دومين واحد هي حاجة ملت دي سيبليلري فيه ناس بتوع علوم أعصاب وفيه ناس مهندسين وفيه ناس ماتيماتيشنز وفيه ناس بتوع تجارب هو خليط من مجموعة من العلماء من مجالات مختلفة بيتعاون مع بعض علشان في النهاية يبتدي يمشي خطوة بخطوة أنه يبني الموضل أو يجمع الداتا الأول من اللاب اللي هي الأكسperimental وبعدين يبني النموذج وبعدين يبتدي يعمل السيميليشن وبعدين يبتدي يمشي أو أنه يصور السيميليشن دي بشكل ما جوا الكمبيوتر وبعدين يبتدي يعمل وفيه ناس موضل لكلام اللي احنا عمله صح أو غلط لأنه ممكن التجربة دي مقابل يعني الانسيليكو بنسمي ممكن مكون صح بعد كل السنين دي يعني فبالتالي احنا بنحاول نمشي ستب باي ستب نجمع ونبني الموضل ونعمل السيميليشن بعد كده نبتدي خلصنا هذا الكمبيوتر نخش يعني فيه رفاين من سيكل تانية ونبتدي نكبر النموذج ده وكل النموذج دي ما بيكبر كل ما فهمنا بيزيد بيزيد ليه ليه الدماغ مش العقلة والمخ وليه الأزرق شميعنا الأزرق المشروع لما ابتدى في 2005 كانت تعاون ما بين EPFL أو المعهد الفيدرالي تكنولوجي في لوزان وشركة IBM أول نموذج أو أول نموذج للسوبركمبيوتر اللي احنا استخدمناها كان اسمها البلوجينز من شركة IBM فالتعاون ده تم أوكي احنا بنستخدم البلوجينز وفي نفس الوقت احنا بنعمل حاجة للبراين فعشان كده تسمى البلوجين جامل البلوجين وبعد كده للبراين فتسمى المشروع الدماغ الأزرق كلوكم مصريين نعم كلوكم مصريين لا لا المشروع ده مفهول مفهول مالتي ناشنال هو مالتي ناشنال في حوالي 80 جنسية اوه وأنا ده في السويسرا مش هنا وأنا المصري الوحيد طيب المصري الوحيد هل انت يعني كان فيه تم اختيارك انت قدمت زي او طلب ان انت تلتحق بهذا المشروع ايه اللي حصل هي كانت بصدفة لان انا في الوقت اللي كنت بخلص في رسالة المجستير بتاعتي في نفس الجامعة بس كنت شغال في لاب تاني فلاقيت ان هم عندهم اوتن پوزيشن ده انا خصوصي اصلا في جوليزيشن فقلت يعني بتكلمت مع ناس اصحابي قلت لهم ان شايفين المشروع ده فواحد صاحبي كان هو بيعمل دكتوره هناك في الجامعة فقال لي المشروع ده حسن هو كده حاجة كبير ومحدش عارف انها حاجة فدخلت بص كده فكان تفاصيله يعني بالنسبة لي كانت اكسايتين جدا بحكم ان انا خارج هندس طبية فكنت يعني تحمست اوه فانا قلت يعني اقدم بالصدفة فقدمت فعلا ولقيت بالصدفة بعديها بحوالي اسبوع لقيت اللي هو البروجيكت مانجر ساعتها وده الوقت الكو ديكتور يتكلمني تعال انا عدنا من انتربيو فاروحت وقعدت الكلمة معا وفي النهاية بعدها بحوالي شهر شهر ونص لقد قلت لي خلاص انت اكسبت فتعال معا وبصراحة يعني بقيت مندهش في البداية من حجم المشروع وكمية التدخل المعرفي انه حاجة انت ديكتور كبيرة وفيه يعني لوحد يتكلم شوية مع المعرفيماتيشن يتكلم شوية مع نيور ساينتست يتكلم شوية مع سوفتوير انجنيرز اللي هو يبني علوم اعصاب وخبراء في الرياضيات خبراء بزرق فدي كانت حاجة بالنسبة لي اكسايتين جدا وعلى اساس ده اشتغلت في البداية كمهندس عادي يعني كسوفتوير انجنير وبعدين قلت لهم لا انا حابب ان انا اعمل ريسرش او بحث وقلت في جزء معين وكمل في رسالة الدكتورة فعدت مع الادفايزر سفوعي وقالوا لي طيب دور لنا على فكرة وفكرنا ساوا في كام حاجة وبعدين بدأت رحلة الدكتورة بتاعتي ان احنا نحاول نبني موضلز او نمازج لعمليات تصوير الدماغ بمعنى ان انا دلوقتي لما على سيء مثال امسك الفار وحطه تحت امسك الفار بعد ما نعمل سلايسنج وابطي اصور الفار الدكتورات بتاعتي كانت ان احنا نعمل كل الموضوع ده بس بشكل بسميه فيرشول فيرشول اللي هو افتراضي افتراضي بالضبط فانا كنت الاول بابني الموضل بتاع مخ الفار وبعدين بعد ما ابني الموضل ده ابني موضل تاني للميكروسكوب وبعدين اعمل موضل او محاكاة للعملية بتاع التصوير المخ ده جوه الميكروسكوب وحطها في بايتلاين كده وابطيب يطلع منها صور الصور دي المفروض ترفليكت او ان هي تعكس الصور اللي احنا بتطلع علينا في المعمل يعني واقع وحضرتك بتحكي اصلا حس ان الموضوع شوية مؤقت او صعب فما بالك بقى كبان تجربة الفعالية طبعا نحن نشكر حضرتك جزيل شكر المهندس مروان عبد الله الباحث المصري ومشروع فك لغز الدماغ اعتقد مشروع مهم بالفعل نأمل انه في الايام القادمة نفهم ازاي المخ او العقل البشري بيشتغل فبالتالي نقدر نفهم امراض او نكتشف امراض ازاي جات وبالتالي نقدر ندعي لها ده هيتطلب سنين سنين قدام اكيد ولكن ابتدنا ومشينا يعني ممكن خطوات كتير قطعنا شوق كبير على اقل ان احنا عندنا تجربة نقدر نعملها بشكل يعني متكرر من غير ما يكون في ايه يعني تجربة على الحيوانات اولا صحيح شكرا جزينا لك يا فندم شكرا جزينا